السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بالإخوة والأخوات المشتركين وفاة عاملين في انفجار بمنجم عينة زال في سطيف هو في عاملان وأصيب ثالث في انفجار متبوع بنهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة الشعب الحمراء بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عينة زال 50 كم جنوب السطيف حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المصالح الحماية المدنية وأكد المكلف بالإعلام والاتصال لذات المصالح النقيب أحمد العمامر بأن فرق الحماية المدنية التابعة لبلدية عينة زال قد تدخلت صباحة اليوم في حدود ساعة الثامنة والنصف صباحا إثر هذا الحادث ما أدى إلى انتشار ضحيتين من تحت الأنغاض وأنقار العامل الثالث الذي كان يعاني من صعوبة حادة في التنفس نتيجة الغبار وحسب النقيب العمامر فإن عملية البحث متواصلة حاليا داخل الأنقار بعين المكان تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية التأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق وقد تم نقل الضحيتين المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى يوسف يعلاوي بعينة زال في حين تم إسعاف ونقل العامل المصاب إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة الصحية وحسب إذا عصطيف فإن وزير المناجم محمد عرقاب انتقل إلى مكان الحادث رحم الله العاملين وشفى الله المصاب وإن شاء الله لا يكون هناك مصاب آخرين السلام عليكم